معنا من تهران عماد أبشناس الباحث في العلاقات الدولية أهلا بك معنا سيد عماد تعلم بطبيعة الحال أن عادة ما يكون هناك يعني فروقات واختلافات بين ما هو مصرح به وبين ما هو عملي وقابل للتطبيق نما قبل قليل قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي في بغداد قال إن لا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالح تهران كلمة لا خطوط حمراء ماذا تعني برأيك طحية لك ولي المشاهدين الأعزاء في الواقع يعني لحد الآن كانت هناك خطوط حمراء مثل استهداف المدنيين استهداف المنشآت البنى التحتية المنشآت الغير عسكرية أو الغير أمنية إذا ما أردنا أن نقول وحتى موضوع استهداف القوات الأمريكية في المنطقة كانت تعتبر هذه خطوط حمراء يعني لا يتم تجاوزها ولكن يبدو أن هناك بات هناك تغييرات في هذا الموضوع بعد أن تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء خاصة في لبنان وتخطت الولايات المتحدة أيضا الخطوط الحمراء في الإفراط في حمايتها عن إسرائيل يعني حاليا إيران يعني أرسلت رسائل مباشرة للأمريكيين وهددتهم بأنهم إذا ما تدخلوا في يعني إذا ما ساعدوا الإسرائيليين في مهاجمة إيران أو ساعدوا الإسرائيليين في صد الرد الإيراني في الحالتين ممكن أن تكون قواتهم مستهدفة وهكذا هذه الجملة لم أفهمها سيد عمان هذا مقاما عذرا على المقاطعة هذه الجملة لم أفهمها يعني حتى حتى حين أطلقت واستمعنا عليها لم نفهمها صراحة الإسرائيليين سيردون على إيران بطائراتنا أمريكية وبقنابل أمريكية ورداراتنا أمريكية وربما بمعلومات أمريكية وهكذا تعلم حضرتك بالتأكيد هذا لا يحتاج إلى تفسير أو تأكيد يعني فحين نقول إن إيران تسمعوني الآن حين نقول طيب حين نقول أسألك فقط حين نقول إن إيران ستعتبر أي مساعدة أي مساعدة تدخلا لم نفهمها فضل حين نقول أن إيران ستعتبر أي مساعدة تدخلا لا تفهم نعم بالنسبة للإسرائيلي اليوم إذا ما أرد أن يهاجم إيران هو يحتاج إلى المساعدة الأمريكية كي يستطيع مهاجمة إيران يعني أن تفتح الولايات المتحدة مثلا أجواء العراق له أو تقوم بتزويده بالوقود في الجو أو بأي طريقة أخرى إضافة إلى ذلك الإسرائيلي يحتاج إلى قنابل أمريكية وأسلحة أمريكية لاستهداف بعض القواعد والمنشآت الإيرانية كل هذه ممكن أن تعتبر مساعدة أمريكية تجاه الإسرائيليين ضد إيران نعم طيب ماذا سيكون الرد حينها من جانب إيران يعني ممكن أن يتم استهداف القوات الأمريكية في هذه المنطقة يعني عمليا عندما يقول وزير الخارجية الإيرانية أنه لم يعد هناك خطوط حمراء يعني الجنود الأمريكيون والقواعد الأمريكية التي سوف تساعد إسرائيل سوف تكون هدفا مشروعا بالنسبة للإيرانيين أيضا طيب الآن هل ممكن بالفعل أن يغير المرشد الإيراني من فتواه بشأن امتلاك إيران لقنبلة ناوية كسلاح ردع يعني عمليا أستطيع أن أقول لك أن هذه الدهود باتت اليوم كبيرة جدا عدى عن نواب المجلس الذين أرسلوا هذه الرسالة هناك 150 شخصية سياسية كبيرة قامت بإرسال رسالة أيضا للمرشد تطالبه بتغيير الفتوى ولربما أحد المواضيع المطروحة هو أنه لا سمح الله إذا حصل أي مكروه للمرشد وجاء شخص آخر ممكن أن يكون صعب جدا أن يغير فتوى المرشد الحالي ولهذا هم يعرضون تعديل الفتوى إذا ما أمكن وحتى لا أن يكون تغيير الفتوى لكي تكون يد إيران مفتوحة في إنتاج الأسلحة النووية لربما أو أي سلاح يؤدي إلى إيجاد ردع مقابل أي هجوم إسرائيلي في لبنان والعدوان على لبنان يا سيد عماد هناك مساع حتى لو خجولة هناك مساع فرنسية هناك مساع أمريكية هناك مساع ربما عربية غير معلنة لإنهاء هذا العدوان نما في هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران من يحاول أن يقفها؟ في الواقع اليوم العديد من كبار الشخصيات العسكرية إذا ما أردنا وحتى السياسيين إن كانوا في إيران أو حتى في جبهة المقاومة وصلوا إلى نتيجة بأن إسرائيل لن توقف عملياتها إلا إذا اضطرت إلى إيقاف هذه العمليات بالقوة يعني عمليا إذا لم تكن إسرائيل في خطر فإنها لن توقف هذه العمليات والتصريحات الأخيرة للأمريكيين الذين فتحوا يد الإسرائيليين في لبنان وأنهم لن يتدخلوا سياسيا تأتي في هذا الإطار يعني هم يعتبرون أن إسرائيل اليوم تنتصر نضعها تتقدم ولهذا فهؤلاء يعتبرون أن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار ووقف الحرب هو إحداث هجمات ضخمة وكبيرة ضد إسرائيل يعني تؤدي إلى أن يقوم الشعب الإسرائيلي بإجبال الحكومة على وقف إطلاق النار إن كان في غزة أو لبنان لربما التصرفات أو الخطوات التي يعني يقوم بها نتنياهو وتقوم بها إسرائيل والتخلف الأمريكي في أن يتصرف في وقف إطلاق النار أو لجم إسرائيل ممكن أن تؤدي إلى حرب كبرى نحن نسير إليها في هذه المنطقة أو تؤدي إلى هجمات أضخم مما رأيناها حالياً تجاه إسرائيل في الفترة المقبلة سؤالي أخي لك يا سيد عماد ومعنى دقيقة متبقية إلى أي مدى؟ ما هو السقف لتهران في مساندة حزب الله أمام إسرائيل؟ ما هو السقف؟ لا أتصور أن هناك سقف يعني وجود حزب الله يعني وجود إيران أي مكروح يحصل بحزب الله يعني عملياً كما أنه حصل بالنسبة لإيران وإيران سوف تمضي إلى أقصى نقطة ممكن أن نتصورها في حماية حزب الله والمقاومة الإسلامية في المنطقة أشكرك عماد أبشناس الباحث في علاقات الدولية كنت معنا من تهران شكراً لحبتك شكراً للمشاهدة